ترأس معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وفدى مملكة البحرين المشارك في الاجتماع الثاني والعشرين بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنعقد في مدينة الدوحة بدولة قطر الشقيقة بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية بدول المجلس ومعالي الأستاذ جاسم محمد ابداوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس والتي تضمنت التوصيات المرفوعة إلى لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي ونتائج اجتماع لجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس إضافة إلى نتائج اجتماع لجنة السوق الخليجية المشتركة كما اطلع أصحاب المعالي والسعادة الوزراء أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي على آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة لدول مجلس التعاون مع الدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى وآخر ما تم التوصل إليه حول برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون من جانب آخر شارك معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة محافظ مصرف البحرين المركزي في الاجتماع المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بمجلس التعاون مع سعادة مدير عام صندوق النقد الدولي حيث تم خلال الاجتماع استعراض العديد من المواضيع ذات العلاقة بالمستجدات والتطورات الاقتصادية الاقليمية والعالمية ومناقشة الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه السياسات المالية والاقتصادية لدول المجلس لعام 2024